تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه عدة ضربات لأحكام السيطرة ومواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون خلال الأسبوع الماضي على مستوى محافظة الجمهورية إحكاماً لسيطرة الأمنية وفرضاً للقانون وضبطاً للخارجين عليه وصلت الأجهزة الأمنية جهودها والتي أثمرت خلال أسبوع عن استهداف عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت عن ضبط 624 متهماً بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري كما تم ضبط 25 قاضية اتجار بالمواد المخدرة في هذه البؤر بينما تم ضبط 1286 قطعة سلاح ناري من بينها 125 بندقية آلية و 814 فرد محلي إضافة إلى ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية في إطار التصدي الحاسم لتجار وحائز الأسلحة النارية دون ترخيص الأجهزة الأمنية نفذت نحو 500 ألف حكم قضاء من بينها أكثر من 250 ألف حكم غرامة ونحو 172 ألف حكم حبسة وأكثر من 63 ألف حكم مخالفة وخلال أسبوع تم ضبط 18 تشكيلاً عصابياً ارتكبوا 77 حادث سرقات بالإقراه ومتاجر وسيارات ونشل وكشف غمود 47 حادثاً منها قتل عمد وانتحال صفا بإجمال 64 متهماً كما تم ضبط 31 سيارة مبلغ بسرقتها وعلى صعيد ضبط حائزي وتجار المخادرات ضبطت الأجهزة الأمنية 1322 قاضية اتجار بالمخادرات بإجمال 1450 متهماً بحوزاتهم كميات متباينة من مخادرات متنوعة منها أكثر من 143 كيلو جرام من الحشيش وأكثر من 273 كيلو جرام من مخادر البانغو وأكثر من 20 كيلو جرام من مخادر الهروين ونحو 56 ألف قرص مخادر وحفاظاً على صحة المواطنين وضماناً لوصول الدعم لمستحقية استطعت الأجهزة الأمنية ضبط 100 قضية بيع استوانات متجاز بالسوق السوداء بإجمال مضبوطات تقارب 6000 استوانة وضبط 35 قاضية تلعب بدعم المواد البترولية بمضبوطات وصلت إلى أكثر من مليون وخمسمائة وسبعين ألف لتر كما تم ضبط 6815 قاضية سلعة مونية وأخرى منتهية الصلاحية بمضبوطات وصلت إلى نحو 912 طن منها 398 قاضية سلعة غذائية منتهية الصلاحية بمضبوطات تعدة 198 طن وكذا 130 قاضية بيع سلعة مونية بالسوق السوداء بمضبوطات تازن نحو 18 طن وفي إطار التصدي لجرائم سرقات الطيار الكهربي تم ضبط 65725 قاضية سرقة طيار كهربي ومخالفة لشروط التعاقد بلغ إجمال المبالغ المسددة منها لصالح خزانة الدولة ما يقارب 52 مليون ونصف المليون جنيها 1400 وثلاث قضايا تهرب ضريبي وجمرقي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها حيث وصل حجم التعاملات المالية في هذه القضايا أكثر من مليار ومئة وثمانين مليون جنيها في حن بلغ قيمة المبالغ المسددة لصالح خزانة الدولة من التصالح في عدد من هذه القضايا نحو مليون ونصف المليون جنيها وضبطت الأجهزة الأمنية وعلى مدى إسبوع أيضا 19 قاضية تحويل واختلاس وغسل أموال وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ مزعوم واحتيال مصرفي وسوق مال بقيمة بلغت نحو 62 مليون جنيها وأكثر من 6 ملايين عملات أجنبية متنوعة موسيقى